مرة تانية أنا بالنسبة لي لا يوجد مبرر ده الجدول بتاع الجدولة الأولى بالمناسبة زي ما حضراتكم شايفينه ما هي الجدولة الأولى بس هي لنزلت جولة الأولى هي اللي أقدر أتكلم فيها مع حضراتكم يوم الثلاثة تمنتاشر أكتوبر مباريات الجولة الأولى في الدولي العام المصري ساعة ثلاثة أولى مباريات ينطلق الدولي العام المصري بأولى مبارياته ما بين نادي أسوان ونادي للتحاد السكندري في تمام الساعة الثالثة ثم على أستاذ أسوان ودي حاجة رائعة جدا 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 ناديين كبيرين سواء أسوان أو الاتحاد السكندري وننتظر إن شاء الله مباراة مهمة وحلوة تقعد تتفرج عليها يوم الثلاث أيضا الساعة خمسة البنك الأهلي وصفقات البنك الأهلي أمام فاركو في بيترو سبورت فاركو لو تفتكروا هو الفريق اللي بيؤدي بأداء دفاعي قوي فبالتالي البنك الأهلي بصفقاته القوية والكبيرة مع فاركو الأداء الدفاعي القوي نشوف إيه اللي حيحصل في هذه المباراة أعتقد أنها تبقى مباراة حلوة أيضا مباراة التالتة حتكون ما بين النادي المصري ونادي سيراميكا كلوباطرا حتكون في تمام الساعة السابعة في استاذ الجيش ببرج العرب مصري أيضا ورئيس نادي جديد ومجموعة كبيرة من الصفقات ومدير فني كبير الكابتن إيهاب جلال ويعني كل الناس اللي موجودة هناك عاملين شغل رائع جدا أيضا على الجانب الآخر سيراميكا كلوباطرا وكابتن أحمد سامي وعامل طفرة كبيرة جدا جايب لعيبة برضو جامدة جدا في الناحية الهجومية تحديدا بعد ما ماشي نص الناحية الهجومية عنده دلوقتي جون إبوكا عنده أحمد ياسر ريان عنده مجموعة كبيرة من اللاعبين سنرى 3 مباريات الحقيقة بكرة إن شاء الله تبقى مباريات جيدة يوم الأربع مبي وبيراميدز يوم الأربع الساعة ثلاثة في استاد بيتروسبورت أما مباراة الجمعيرية الكبرى هي مباراة النادي الأهلي أو النادي الإسماعيلي ضد النادي الأهلي في استاد الجيش بالبرج العرب في تمام الساعة الخامسة ثم في نهاية هذا اليوم الساعة سبعة في استاد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة أما يوم الخميس هذه الجولة ستقام على مدار ثلاثة أيام ثلاثة واربعة وخميس الخميس بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة المقاولون العرب أمام غزل المحلة في استاد المأولين العرب كابتن شوقي غريب أمام غزل المحلة في مباراة صعبة يوم الخميس حرص الحدود العائد مرة أخرى مع كابتن أحمد أيوب المدير الفني لحرص الحدود أمام فيوتشر المتقلق إفريقيا مع كابتن علي ماهر في تمام الساعة الخامسة في ستاة حرص الحدود ثم نهاية مباراة هذه الجولة الداخلية الصعد حديثا ومدير الفني كابتن رضا شحاتة مع نادي طلاقع الجيش ومدير الفني الجديد أيضا كابتن علي عبد العال ومباراة تقام في ستاة السويس الجديد وبالتالي هتبقى في تمام الساعة السابعة وبنا اختتم مباراة هذه الجولة زي ما قلت لحضراتكم أنا كل اللي يهمني في هذا الأمر اتكلمنا عن الإسبوع الأول طيب الأسبوع الثاني طيب الأسبوع الثالث طيب الأسبوع الرابع وهكذا لغاية الأسبوع الأخير طيب أنا عندي دور مجموعات في دوري أبطال إفريقيا هعمل فيه إيه هنالعب قبله ولا بعده هو الأسوذ عامر اللايحة توضحت وضحة قال إنه لو هتلعب جوه مصر هتلعب بعدها بتلات يام لو بره مصر هتلعب في اليوم الرابع ده جوه اللايحة بالمناسبة فهيمشي على كل الأندية ما فيش أندية حيتم مجملة أنا بقوله عشان يعني من بدري بنتكلم من بدري اليوم الثالث هو لو بتلعب جوه مصر هتلعب في اليوم الثالث لو بره مصر لليوم الرابع فهنا بقول لحضراتكم إنه ما عرفش لماذا تم التأخير حتى هذا اليوم النهاردة ما عرفش في الآخر تم إعلان جوه لواحدة بدل ما كان اتقال إنه سوف يتم الإعلان عن الجدول حتى نهاية الموسم اللي حينتقى في آخر ست تلاتة وعشرين وده كان بيحصل زمان لكن يلا عموما يعني نتمنى دي حاجات بسيطة جدا لازم نقولها ولازم نتكلم فيها علشان تبقى واضحة لما هو قادم كل ما يبقى الإعلان بدري كل ما الآن ديها توضى بنفسها بدري كل ما المدير الفني بقى عارف هيعمل إيه حيلعب الأهلي غير حيلعب الزمالي غير حيلعب الإسماعيلي غير حيلعب بيراميدز غير حيلعب فيوتشر الفرق اللي بتتبارى حيسافر أسوان فدي سفرية طويلة فيسافر قبلها بيومين أو تلاتة حاجات كتيرة جدا جدا نقدر أو يقدر المدير الفني يرتبها علشان يدخل الدوري بقى بشكل كويس وزي ما قلت لحضراتكم مع بداية الدوري الحقيقة أعتقد أن التصوير التلفزيوني حيبقى على أعلى مستوى ده كلام رابطة الأندية والكلام اللي تقال أيضا أعتقد أن البث التلفزيوني حيبقى على أعلى مستوى وبالتالي إن شاء الله نشوف مباريات جميلة كل ما أتمناه أن يكون التحكيم عادل كل ما أتمناه مش أنا الوحدي كل مصر 17 فريق السنة اللي فاتت اعترضوا على التحكيم فمن فضل حضراتكم كل ما نريده أو كل ما يريده الفرق في الدوري العام المصري أن يكون هناك عادلة تحكيمية وبعد كده اللي في الملعب يكسب يكسب واللي يخسر يخسر ده اللي أتمنى أنه هو يحصل